اشتركوا في القناة الأسبوع الرابع من مجال الغابة المستوى الرابع ابتدائي وموضوع درسنا سيكون تحت عنوان الفعل المعتل تعريفه وأنواعه من إعداد وتقديم الأستاذة الكريمة فكما تعلمون أعزائي سبق لنا أن تعرفنا على هذا الدرس في الأسبوع الثالث من الوحدة الخامسة وفي هذه الحصة أي حصة التثبيت سنعمل على إنجاز مجموعة من التمارين التي سنهدف من خلالها إلى ترصيخ وتثبيت هذه الظاهرة الصرفية ومن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في هذه الحصة أن تتبت عزيز المتعلم الظاهرة الصرفية الفعل المعتل تعريفه وأنواعه أن تستصمر ما اكتسبته حول الفعل المعتل تعريفه وأنواعه وقبل أن نشرع في إنجاز تمارين التثبيت المتعلقة بهذه الحصة لا بأس أعزائي أن نقوم بتذكير بسيط لما قدمناه سابقاً كي نسترجع قاعدة الدرس رأينا بأن الفعل ينقسم إلى نوعين فعل صحيح وفعل معتل لكننا في هذه الحصة سنؤكز حديثاً عن الفعل المعتل لأنه موضوع درسنا وقلنا بأن الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة وحروف العلة ثلاثة الواو الالف والياء وينقسم أعزائي الفعل المعتل بدوره إلى خمسة أنواع النوع الأول المعتل المثال والنوع الثاني المعتل الأجوف والنوع الثالث المعتل الناقص والنوع الرابع اللفيف المفروق والنوع الخامس والأخير وهو اللفيف المقرون إذن قلنا بأن الفعل المثال هو ما كان أوله حرف علة مثل وصل يبسا إذا لاحظوا بأن الفعل المثال يبتدئ بحرف العلة كما ورد في هذين المثالين لاحظوا وصل ابتدأ بالواو ويبسا ابتدأ بالياء وكلاهما من حروف العلة وقلنا أيضا بأن الفعل الأجوفة هو ما كان وسطه حرف علة مثل قال صام إذا لاحظوا في هذين المثالين نلاحظ بأن حرف العلة توسط هذين الفعلين وهو الألف لذلك نسمي هذا النوع بالمعتل الأجور والنوع الثالث المعتل الناقص وقلنا بأنه هو ما كان آخره حرف علة مثل جنى بقية إذن نلاحظ أيضا بأن هذين الفعلين انتهي بحرف علة وهو في المثال الأول أو في الفعل الأول الألف المقصورة وفي الفعل الثاني الياء إذن وكلاهما من حروف العلة النوع الرابع اللفيف المفروق وقلنا بأنه هو ما كان أوله وآخره حرف علة مثل وعا وكذلك وشا إذن نلاحظ بأن هذين الفعلين ابتدأ بحرف علة وانتهي كذلك بحرف علة إذن نلاحظ الفعل ابتدأ بالواو وانتهى بالألف المقصورة وكذلك مع الفعل الثاني وهما من حروف العلة وقلنا بأن هذا النوع من الفعل المعتل سمي باللفيف المفروق لأن حرفي العلة في هذا الفعل فرق بحرف صحيح كما نلاحظ في المثالين والنوع الأخير وهو اللفيف المقرون وقلنا بأنه هو ما كان وسطه وآخره حرف علة مثل كوا وشوا إذن نلاحظ بأن هذين الفعلين انتهي بحرفي علة وهما الواو والألف المقصورة وسمي هذا النوع من الفعل المعتل باللفيف المقرون لأن حرفي العلة اقترنا ببعضهما البعض أي جاء وراء بعضهما البعض كما نلاحظ في المثالين إذن بعدما قمنا بهذا التذكير البسيط لدرسنا سنعمل الآن على إنجاز تمارين التثبيت حتى نعرف مدى استيعابنا وفهمنا لهذه الظاهرة الصرفية فتابعوا معي السؤال الأول يقول أملأ الجدول التالية حسب المطلوب عندنا هنا مجموعة من الأفعال وهي نمى وعدى نامى وعى نوى سنقوم بتصنيف هذه الأفعال في خانات الجدول التي تضمنت أنواع الفعل المعتل وهي المثال الأجوف الناقص اللفيفة المفروق واللفيفة المقرون السؤال الثاني أضع فعلا معتلا مناسبا للجمل التالية إذن لدينا هنا ثلاث جمل سنقرأها ونبحث عن الفعل المعتل الذي يناسب كل فراغ من هذه الجمل الجمل الأولى التاجر سلعته الجمل الثاني المسافر أهوالا والجمل الأخير العصفور مبتعدا عن القفص السؤال الثالث أحول الجملة التالية حسب الضمائر المطلوبة أغرص الشجرة لأساهم في الحفاظ على البيئة إذن هذه الجملة سنعمل على تحويلها مع الضمائر الثلاثة وهي أنت أنتم أنتنا إذن أعزائي حاولوا الآن أن توقفوا مقطع الفيديو وأن تنجزوا هذه التمارين على دفاتركم الخاصة بالدراسة عن بعد إذن وصلنا أعزائي الآن إلى تصحيح التمارين التي قمتم بإنجازها فحاولوا أن تقارنوا إجاباتكم التي توصلتم إليها بالإجابة التي ستظهر على الشاشة وصححوا أخطاءكم بالقلم الأخضر إذن سنبدأ على بركة الله عملية التصحيح والسؤال الأول قلنا يقول أملأ الجدول التالية حسب المطلوب إذن سنقوم بتصنيف هذه الأفعال حسب خانات الجدول سنبدأ بالفعل المثال أين هو الفعل المثال أعزائي من بين هذه الأفعال أحسنتم الإجابة إنه الفعل وعدة إذن لاحظوا ابتدأ بحرف العلة وهو الواو لذلك أسميناه بالمعتل المثال سننتقل إلى النوع الثاني وهو الأجواف إذن لاحظوا أين هو الفعل الأجواف من بين الأفعال التي أمامكم أحسنتم جيد إنه الفعل نام إذن كما تلاحظون بأن هذا الفعل جاء في وسطه حرف علة وهو الأليف لذلك أسميناه بالمعتل الأجواف سنتقل إلى النوع الثالث وهو الناقص إذن لاحظوا أعزائي أين هو الفعل الناقص من بين هذه الأفعال فعل جيد إنه الفعل نمى إذن نلاحظ بأن الفعل نمى انتهى بحرف علة لذلك سمي بالفعل المعتل الناقص أما اللفيف المفروق أين هو الفعل الذي ينطبق على هذا النوع أحسنتم أعزائي إنه الفعل وعى إذن نلاحظ بأن هذا الفعل تضمن حرفين من حروف العلة وهما الواو والألف المقصورة وفرق هذين الحرفين من حروف العلة بحرف صحيح وهو العين لذلك سمي باللفيف المفروق وآخر نوع من أنواع الفعل المعتل وهو اللفيف المقرون أين هو من بين الأفعال الموجودة أمامكم أحسنتم أعزائي إنه الفعل نوى إذن لاحظوا هذا الفعل انتهى بحرفي علة وهما الواو والألف المقصورة وجاء هذين الحرفين مقترنين ببعضهما البعض لذلك أسميناه باللفيف المقرون سننتقل للإجابة عن السؤال الثاني أضع فعلا معتلا مناسبا للجمال التالية إذن التاجر سلعته ما هو الفعل المعتل المناسب لهذه الجملة أحسنتم أعزائي إنه الفعل باع باع التاجر سلعته إذن نلاحظ بأن هذا الفعل جاء في وسطه حرف علة لذلك سنسميه بالفعل الأجوب وهو فعل معتل كما ذكرنا الجملة الثانية المسافر أهوالا إذن في نظريكم ما هو الفعل المعتل المناسب أحسنتم إنه الفعل واجهة إذن لاحظوا هذا الفعل ابتدأ بحرف علة وهو الواو إذن سنقول واجه المسافر أهوالا آخر جملة في هذا التمرين العصفور مبتعدا عن القفص إذن ما هو الفعل المعتل المناسب؟ أحسنتم أعزائي سنقول طار العصفور مبتعدا عن القفص إذن لاحظوا هذا الفعل جاء في وسطه حرف علة فهو معتل أجوب وصلنا إلى آخر سؤال في تمارين اليوم وهو السؤال الثالث أحول الجملة التالية حسب الضمائر المطلوبة أغرص الشجرة لأساهم في الحفاظ على البيئة إذن سنحول الفعل أغرص والفعل لأساهم في زمن المضارع كما هو في الجملة إذن سنقول أنت أحسنتم أنت تغرص الشجرة لتساهم في الحفاظ على البيئة ومع الضمير أنتم ماذا سنقول أعزائي؟ جيد سنقول أنتم تغرصون الشجرة لتساهم في الحفاظ على البيئة ومع الضمير أنتنا جيد سنقول أنتنا تغرصنا الشجرة لتساهم في الحفاظ على البيئة وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم فأقول لكم إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله وحفظه